أرحب بضيفنا الذي انضم إلينا في هذا النقاش من واشنطن مدير برنامج الإدارة السياسية بجامعة جيرج واشنطن السيد تود بيلت أذهب لك مباشرة في هذا التساؤل نتحدث هنا عن خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سيد تود بيلت بداية الموقف الأمريكي في هذا السياق هل ستعطل الولايات المتحدة الأمريكية هذا المصار إدارة بايدن هل ستدعم إسرائيل حتى في ملاحقتها قضائيا وتمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو أو يو آف جالاند شكرا جزيلا سعيد أن أكون معكم وشكرا على استضافتي من الواضح أن إدارة بايدن كانت متفاجئة بشأن ما حدث وصرحوا بأن الأمر مثير للغضب من قبل البيت الأبيض وتم الحديث عن لا يمكن المساواة ما بين حماس وإسرائيل رأينا أن إدارة بايدن تقف بشكل قوي إلى جانب إسرائيل دعوني أذكركم وأذكر المشاهدين بأن جو بايدن لأنه عندما يتحدث عن إسرائيل بأنه لن يسلم قنابل لإسرائيل التي يمكن أن تستخدم ضد المدنيين ثم يجد رد من حزبه بشأن من ينتقدونه بشأن هذه الحركة فإن بايدن في وضع صعب الديمقراطيون منقسمون بشأن إسرائيل ووضع في فلسطين ولكن الجمهوريين بالكامل يقفون إلى جانب إسرائيل وبالتالي بشأن ما يمكن القيام به الوقف أو للتدخل في هذا الأمر الولايات المتحدة فعلت في الماضي مثل تجميد الوصول وحذر سفر ضد أعضاء في بعض أعضاء المحكمة للضغط عليها وإدارة بايدن فعلت ذلك من قبل ضد هؤلاء من قاموا بالتحقيق في قضايا متعلقة بأفغانستان وأعتقد أن إدارة بايدن يمكن أن تقوم برفع هذه القيود التي كانت وقد فردت من قبل هناك أيضا قيود من قبلها الولايات المتحدة بشأن دعم وتعزيز المحكمة إذن يمكن أن تتدخل الإدارة الأمريكية من أجل وقف إصدار مذكرات الاعتقال بحق نيتنياهو وغلانت كما كان عليه الحال في الإدارة الأمريكية السابقة والتعامل من قبل إدارة ترامب على هذا الملف اشتركوا في القناة